بيبدأ الفيلم في دولة ملاوي في أفريقيا سنة 2001 وفي يوم بيكون ويل بيزرع أرضه وأخوه جون الكبير وأثناء ما هم شغالين بها جون على الأرض وبيموت بسكتة قلبية وبنروح بعد كده لمقابر العيلة وبيكون ويل وابن وليام وجرمايا ابن جون الكبير بيحيوا مراسم العزب وبيقول زعيم القرية أن جون وصى أن أرضه تتورس لابنه جرمايا مش لويل أخوه وبعد العزب كامي يوم بيبدأ جرمايا يزرع أرض أبوه اللي سبها له وكمان ويل بيزرع أرضه عشان يوفر الأكل لأسرته واللي هي مكونة من أجنيس مراته وآني بنته وبتكون آني لسة مخلصة تعليمها السنوي ورايحة الجامعة وويليام هيبدأ دراسته الابتدائية وده بيزود مصاريف البيت فبيحاول ويليام أنه يساعد والده في المصاريف عن طريق أنه يصلح الرديوهات اللي كان عليها اعتماد كامل في الفترة دي وبيبقى وليام مبسوط جدا أنه هيبدأ دراسته وبيكون متحمس كمان لأول يوم في المدرسة وأول يوم دراسته لوليام بيوصل وليام للمدرسة وبيحضر الطبور وبيلاقي أن المطرة بتمطر فبيخلصوا الطبور بسرعة وبيجروا على فصولهم وأول حصة عند وليام في المدرسة بتكون كيميا ولا هيدر اسهاله مدرس اسمه كاتشي جوندا ولا بيكون عارفه من قبل كده لأنه كان مدرس أخته في السنوي وكمان في قصة حب بينهم وبيسعى أنه يتجوزها قريب بس ما بيقولش كده لوليام وبمجرد انتهاء اليوم الدراسته بيقول كاتشي جوندا لوليام أن والده محتاج يدفع لأصاب بتاعة مصاريف المدرسة عشان هما ما يضطرتش من المدرسة وبيروح بعد كده وليام على البيت وفي بيت وليام وأثناء ما بيكون قاعد بيذاكر عشان امتحان الألوم بتطلب منه أجنيس إن هو يساعد ويل عشان يزرعه الأرض وده بيأثر على نتيجته في امتحان الألوم ومش بيخليه جيب الدرجة النهائية ولكنه بينجح والتاني يوم بعد المدرسة بيروح وليام وجيلبرت صديقه للمكان اللي بيترمي في النفايات عشان يدوروا على أي حاجة ممكن يستفدوا بيها زي المداخ خريق أو الأسلاك وشوي بلاستيك وكده كده الحاجات دي مش هيدفعوا فيها فلوس ولما بيخلص وليام وجيلبرت تدوير بيروح على بيت جيلبرت عشان الزعيم اللي هو أبو جيلبرت عامل اجتماع وفي بيت الزعيم بيكون الزعيم لامم كل أهل القرية عشان يعرفهم أن شركة التابغ نوية تشتري الأراضي بتاعتهم عشان تستخدم الشجر اللي فيها وأنهم هيستغلوا أن المطر هيقل للفترة اللي جاية والمجاعات هتنتشر عشان يسهلوا عمليات شراء الأراضي وبيطلب من القرية كلها أن هي تساعده في أنه يقف وش الحكومة ولكن أغلب اللي في الاجتماع مش بيهمهم كلام الزعيم وبيبقى الأرض لأنهم خايفين أنهم مايلوش أكل زي جرماية وفي يوم من الأيام ووليام راجع المكان اللي بيسمع المرش فيه بيشوف كاتشجوندا مع أخته آني وبيعرف أنهم في علاقة مع بعض في السر وما بيبقاش عارف يعمل إيه فبيطلب من جيلبرت أنه ما يقولش لحد وتاني يوم الصبح بعد المدرسة بيروحوا كعادتهم للمكان اللي في النفايات وبيبدأ جيلبرت يسخن وليام على كاتشجوندا وبيقوله أنه مفروض ينتقم منه عشان في علاقة بينه وبين أخته وبيفضل يسخنه عشان يكسر عجل كاتشجوندا وفعلا بيسخن وليام وبيروح عند عجل كاتشجوندا بس مش بيقدر يكسرها فبيفكر أنه ياخد الكشاف بتاحها ولكنه بيلاقي متوصل بدنامو في العجلة وبيبقى أول مرة في حياته يشوف الدنامو ده وما بيبقاش عارف الدنامو ده بيعمل إيه فبيفضل وليام جنب العجلة وبيجرب يشغل الكشاف وبيستغرب جدا لما بيلاقي الشيء الصغير ده بيولد طاقة كهربية بتقدر تنور الكشاف بنروح بعد كده لمدرسة وليام وبينلاقي مستر أوفيسي وبيكون مجمع الطلاب اللي ما دفعوش المصاريف بتاع المدرسة وبترودهم وبيكون من وسط الطلاب دول وليام واللي ما دفعش المصاريف بتاعته بسبب ظروف أهله وفي طريق وليام للبيت بيقرر أنه يتسلل المدرسة من وراء مستر أوفيسي لحد ما يقدر أبوه يدفع المصاريف وبيكون ناوي يحضر بس دروس الكيميا مع مستر كاتشجوندا والتاني يوم بيروح ويل مع ابن وليام شركة التبغي الموجودة في القرية واللي بيكون صحبها دانيال صديق ويل وهناك بيطلب ويل من دانيال أنه يساعده يشتري الأراضي اللي حوالين أرض ويل قبل ما تتبع للحكومة ولكن دانيال بيرفض يساعده لأن الناس بدأت تبيع الأرض بسبب خوفهم من الجوة زي ما عمل جرمية ابن أخه ويل وبعدها بكم يوم بيكون ويليام راجع من المدرسة هو صديقه جيلبرت ابن الزعيم وبيعضع المكان بتاع النفياد وهناك بيجي لوليام فكرة عبقرية وهي أنه يعمل طحونة توفر كهرباء لمضخة المية بتاعتهم والمضخة دي هي اللي بتروى الأرض وبكده مش هيكونوا محتاجين للمطر وهيقدروا يزراعوا طول السنة والتاني يوم في المدرسة بيطلب ويل من كاتشجوندا أنه يساعده عشان يدخل المكتبة ويقرى الكتب اللي هتساعده وبيكون ناوي يشغل الطحونة دي بالدينامو زي العجلة بتاع كاتشجوندا وده هيتم في مقابل إن وليام هيكتم السر ومش هيقول لحد وبيكون يقصود سر إن كاتشجوندا بيوعد أخته وفي المكتبة بيستعير وليام كل الكتب اللي هتساعده في مهمته وبيقضي إراها وبعد فترة بيجي يوم زيارة رئيس الحكومة الجديد للقرية وأثناء الاحتفال بيجي وقت كلمة الزعيم للقرية واللي بيطلب فيها من الحكومة إنهم ينقذوا القرية دي من الفقر ولكن أسلوب الزعيم بيدايا رئيس الحكومة فبيدي أوامر لرجالته إنهم يضربوا الزعيم وبعد ما بيشوف ويل منظر ضرب الزعيم بالشكل ده بيقرر ينضم للمعارضة ويسافر لمدينة تانية عشان يشارك في المظاهرات وفي الفترة اللي بيكون فيها هو المسافر بيستغل وليام الوقت ده في إنه يزاكر أكتر عشان يعمل الطحونة في أقرب وقت وبتساعده في ده ميس كيليو أمينة المكتبة وفي وسط الاضطرابات اللي في القرية بيتقابل كاتشاجوندا وآني في المكان اللي متعودين يتقابله فيه وبيحاول كاتشاجوندا إنه يقنع آني تهرب معاه علشان يتجاوزه وبعد عن القرية ويبقى ويرجعه القرية تاني لما يكون قادر يدفع المهر لعليتها ولكن آني بتتعصب من كلامه ده وبترفض إن هي تسيب أهلها وبتسيبه وتمشي وتاني يوم بيكتشف مستر أوفيسي إن وليام بيتسلل المدرسة من وراء فبيطرده تاني من المدرسة وبيقوله إن هو كده بياخد حق طلاب تانيين دفعوا المصاريف وفي بيت وليام بتعرف أجنيز إن وليام اضطرت تاني من المدرسة فبتصبره وبتقوله إن هو لازم يروح يشتري لهم درة وبتدي له فلوس عشان يشتري أكبر كمية يقدر يشتريها وقدام مستود على الحكومة بيكون كل سكان القرية متجمعين عشان يشتروا الدرة ومعا دفاع الناس على الباب بيدخلوا في وسطهم وليام وبيقدر وليام يشتري 15 كيلو درة ودي أكبر كمية ينفع يشتريها وبيكون عايز يمشي ولكن بيبقى فيه مشكلة إنهم مش هيعرفوا يخرجوا بالسبب سكان القرية اللي بيتدفعوا على باب المستودع فبيفكر وليام إن هو يعمل باب خلفي من مكان مكسوف في المستودع وبيطلب من الموجودين في المستودع إنهم يساعدوه لحد ما بيقدروا فعلا يعملوا باب خلفي يخرجوا منه وفي الوقت ده بتكون آني وأجنيس لوحدهم في البيت فبيجي معليهم مجموعة من المتشردين وبيسرقوا كل الحبوب اللي هما مخزنينها وفي الوقت ده بيكون ويل رجع من سفره وبتقابلوا أجنيس وبتفضل تهجمه إن هو سافر واسابهم لوحدهم والتاني يوم بالليل بيستغل وليام نوم أبوه أمه وبيدخل لأني غرفتها وبيقول لها إن هو عارف إن كاتشاكوندا بيوعدها وبيقول لها إن هو مش هيقول لحد بس هي لازم تساعده وتسرق له الدينامو اللي في عجلة كاتشاكوندا فبتتوتر آني هنا وبتقرر إن هي تهرب مع كاتشاكوندا وتاني يوم بيصحوا مش بيلوه آني في البيت وبيلوه أرسله منها وبتقول إنهم نقصوا واحد وبتسيب الدينامو اللي وليام قبل ما تمشي وتاني يوم بيروح ويلو إجنيس مدرسة وليام وبيروح المكتب مستر أوفيسي وبيطلبوا منه إن هو يحاول يوصل لكاتشاكوندا ويقول له يرجع آني وكمان بيطلب وليام من المستر أوفيسي إن هو يستقر كتب من المكتبة عشان تساعده في بناء الطحونة بتاعته وبياخد وليام من الكتب من المكتبة وبيروح لأصدقائه في المكان اللي بيتجمعه فيه وينك بيقدر وليام إن هو يعمل نموذج مصاغر من الطحونة بتاعته بمساعدة أصدقائه وبينجح إن هو يشغل الراديو عن طريق الطاقة الكهربائية لطلع من الطحونة وبيروح بعد كده لأرض ويلو وبيحاول وليام إن هو يشرح لعبه الاختراع بتاعه وبيقوله إن هو نجح في تشغيل الراديو وبيقوله إن هو هيقدر يخلي المياه تبقى موجودة طول السنة من غير ما يحتاجه إن هم يستنوا المطر وده عن طريق مضخط المياه وبيقول وليام إن هو هيحتاج العجلة بتاعته عشان يبني الطحونة الكبيرة ويقدروا يوفروا المياه لأرض ويلو وعلى عكس المطاقة بيتعصب هنا ويلو جدا على وليام وبيقوله إن دي مجرد لعبة وإن هو لازم يكون راجل ويساعده في الزراعة بدلا ما يضيع وقته في التفكير في التفاهة دي فبيرجع وليام تاني لأصحابه وبيطلب مساعدتهم في إنهم يقنعوا ويل يديهم العجلة بتاعته لكن ويل بيرفض برضه وبيهددهم إنهم لو ما مشيوش هيضربهم وبتعرف أجنيز باللي حصل ده وبتطلب من ويل إن هو يدي العجلة الويليام عشان يشدعه وممكن هو ينجح وبتفكروا إنهم خسروا بنتهم آني بالسبب عند ويل فبيقعد ويل مع ابنه وبيقوله إن جون أخوك كبير رفض يسيب له الأرض لأنه ما كانش واثق فيه وعارف إن هو هيخزله وبيقوله إن هو هو واثق فيه وعارف إن هو مش هيخزله وبيديله العجلة بتاعته وبييجي يوم بناء الطحونة وبيمجح ويليام إن هو يلم الشباب بتاع القرية كلهم عشان يساعدوه في بناء الطحونة دي وبيفضلوا يبنوا فيها طول اليوم لحد ما بيقدروا يبنوها فعلا وبتنجح الطحونة إن هي الدور لكن لسه ما بتكونش أنتاجة كهرباء والبطارية بتاعتها بتكون لسه عايزة تتشحن وتاني يوم وأسناء ما هما بيزرعوا الأرض بتبدأ المضخة تطلع مية وبيقدروا يزرعوا الأرض من غير ما يستنوا المطر وطبعا ده بعد ما بيكونوا فقدوا الأمل بسبب قلة المطر وبيكمل بعد كده ويليام دراسته وبياخد منحة دراسية بتخليه يدرس في الملاوي وبياخد كمان شهادته الجماعية من أمريكا وبتتجوز آني من كاتشاكوندا وبيخلفه أربع أطفال وبترجع بعد كده آني عشان تزور أهلها كل فترة وبيخلص الفيلم ما تنساش تقول رأيك في الفيلم ده في التعليقات وتقدر كمان تقترح علينا أفلام في التعليقات نلخصها على صفحة فيلم تشينو وما تنساش تعمل فلو للصفحة عبد العاطف عشان تتابع الملخصات الكوميدية ويلا سلام